ابراج والنهاردة هنتكلم عن برج مهم جدا علينا في القناة وهو برج التور وهنتكلم عن اسرار تخص التعامل مع برج التور وهيقولوك اسرار مهمة جدا جدا مهمة لو عايزين تفهموا برج التور اكتر وتعرفوا التعاملوا معي ازاي رجول ان كان امرأة لو انتم واهتمين برج التور يبقى الفيديو ده علشانكم طيب برج التور برج التور يا جماعة يعتبر من سلسلة الابراج الترابية يعني زيه زي برج العضراء زي برج الجدل هم مجموعة كده زي ولاد عم او ولاد خيلة يعني برج التور من الابراج التقيل اوي هو شخص تقيل شخص راسي شخص هادي هو عايزين وعارف يوصل ازاي اللي هو عايزه عنده اهداف وعنده طموح وعنده احلام كتير جدا جدا مش بيقس ومش بيسكت الا ما بيقدر يحققها عارف من اين تؤكل الكتف وعارف هو عايز مفروض يعمل ايه وامتى وازاي علشان يوصل اللي هو عايزه انا هنتقبله برج من الابراج القوية يعني برج شخصيته قوية برج قوي عنده خضور عنده هيبة عنده يعني عنده لي ملكة عنده ملكة كده شخصية محبوبة جدا بيعرف ازاي بيوصل للقلوب بسرعة جدا جدا هو قوي هو شخص قوي عنده قدرة على القيادة يعني هو من اكتر الابراج اللي عندها شخصية عندها حضور عندها قدرة رهيبة على القيادة يعني برج التور ده ينفع يكون رئيس الدولة ينفع يكون قائد ينفع يكون مدير يعني هو عنده قدرة على القيادة وانه هو يتعامل مع الاشخاص شخص محبوب جدا 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 بيعرف ازاي يصل الى القلوب انا بعتبر التور ده السهل الممتنع انهم من بعيد بيبان شخصية ومن قريب بيبان شخصية مختلفة تماما 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 من بعيد هتعتقد انه هو شخص مغرور لانه هو ثق في نفسه جدا عنده ثقة في نفسه رهيبة وثق في قدراته وثق في امكانياته هو شخص من كتر ثقته في نفسه ومن كتر ما هو راسي ومن كتر ما هو تقيل انت هتشك انه هو شخص مغرور الا انه يبتعد كل البعد عن الغرور ملوش اي علاقة خالص بالغرور بالعكس هو شخص بس هو ثقته في نفسه زي ذا اللي هتديك انطبعا انه هو شخص مغرور برج الطور من الأبراج البطيقة شوية هم مش برج سريع يعني بيقع في الحب بطء جدا بياخد وقت عشان يفكر وعشان يتأكد من مشاعره هو بيتكسف جدا جدا ما بيعرفش يقول كلام حلو على فكرة في وشك يعني ممكن يقولك بعد ما يروح البيت بعد ما يبعد عنك في ميسج بس هو يتكسف يقولك أي كلام حلو في وشك لأنه هو شخص بيحرج وبيتكسف أوي 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 لما بيحس بحاجة بيحب يعملها هو مش شخصية جبانة خالص عمرك ما هتلاقي حد من برج الطور شخص جبان بالعكس هو شخص عارج يارف الكلام كواس قوي الحديث بالنسبة له لعبة دايما هتحس أنه هو أكبر من سنه يعني برج الطور دايما هتديك انطباع أنه هو أكبر من سنه دايما هتلاقي أصحابه أكبر منه في السن يعني دايما برج الطور تحس أنه أكبر منه بكتير كده مساحب الناس اللي أكبر منه وتحس أنه شخصية عقلة كده أنت هتتصدم دايما هتحس ان هو اكبر من سنة وبعشر سنين مينموم وبورج التور حبيب مامتو على فكرة يعني اكتر بورج تلاقي الام بتحب مثلا لو عندها ابن تور خلاص ده حبيب قلبها او بنت تور يعني بيبقى اقرب حد القلب الام وصاحب مامتو جدا جدا بورج التور ده على فكرة مسواء الرجل كان او امرأ قولولي يا جماعة الكلام ده تشوفوا متفاق معيك ولا لا ولو يتفرجوني فين وانتم بورج ايه طيب بورج التور من الابراج اللي عندها حب تملك ابن لزينة يعني عندهم حب الابراج اللي عندهم حب تملك رهيب 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 يعني لو بيحبك فانت بتاعه عايز في العليك بالمفتاح والله عظيم ويحبسك في مكان كده عشان هو بيخاف جدا جدا على الناس اللي هو بيحبهم و very protective يعني بيحب يحمي الناس اللي بيحبها بيحب يحافظ عليهم ما بيحبش يضايقهم ما بيحبش هو بيغير جدا 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 بحيث ان الغيرة مقياس حب بورج التور لو انت عايز تعرف ان بورج التور مهتم بيك ولا لأ بيحبك ولا لأ مهجب بيك ولا لأ حتى في بداية علاقتك شوفوا بيغير من افعاله ومن ردود افعاله حتى لو مش هيتكلم مش هيتدايق لأ حيث ان هو متغاز متدايق ما يكل في نفسه كده نشتلك بالبوكس في الشكل ان هو بورج التور من الابراج الغيورة جدا 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 طيب هو بورج عاطفي قوي مع ان هو مش هيتك ان هو عاطفي رومانسي الا ان الطور لما بيحب بجد يبقى في منتهى منتهى رومانسية شخص رومانسي جدا 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 اعرفون بورج تور ده اللي هو لما يحب حدي بقى عايز يجيب لهو ده كتير عايز يخفراجه على العالم كله عايز يخده يلف في العالم كله عايز يقول للعالم كله ان ده حبيبي أو حبيبتي هو يعني يعني لما بيحب بيحب بجد وهو ما بيحبش مش سهل يقع في الحب بسهولة على فكرة يعني التور من الابراج اللي بتتأخر في الجواز لان هو مش مش ما بيحبش اي حد يعني ممكن في حياته كلها البورج يحب حقيه مرة واحدة او مرتين كل شوية تلاقيهم في علاقات عاطفية ولما بيحب بيكون مخلص جدا جدا لانه هو بيحب استابلتي بيحب الاستقرار ما بيحبش تغيير كتير الطور من الابراج المخلصة في الحب ولما بيحب بجد هيبقى في منتهى منتهى الاخلاصة ويبدأ لحب حبيبي طول حياته برج الطور من الابراج اللي عنيه ده عنده مرضي يعني عندهم عند ممكن نقول عليه عنده مرضي عند بتاعهم عند كبير جدا جدا ما بيخافش هو برجه شجاع جدا بعبر على الرأيه بمنتهى السلسة ما بيحبش ان حد يسيطر عليه يعني هو يسيطر ما حد يسيطر عليه لا 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 مش أنا لست أنا هذا الشخص أبدا 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 بيحبش هيك أوي هو شخص شيء جدا جدا وستايل أوي أوي عمرك وفي حياتك ما هتلاقي بورج الطور ما بيهتمش بلبسه ما بيهتمش بشكله بستايله بشعره بوشه بميكاب بتاعها لو بنت فهو ما بيهتموا قوي قوي بشكلهم وبجسمهم وبلبسهم يعني التلاتة شكله وجسمه ولبسه التلاتة دول مهمين جدا جدا وبيحب الناس اللي بتهتم بشكلها ولبسها يعني بورج الطور مش من الأبراد اللي تحس انهم بيحب الناس المهرجلة في لبسها ولا أهو دي حاجة بتشده يعني هنا وانت بتلاف تلبس حلو وانت ستايل وانت بتهتم بلبسك هو هيبقى هتشده جدا بيعشاقوا البرفين بيحب الحاجات الفخمة هو بورج الطور بورج فخمة يحب الحاجات الفخمة يعني هو شخص فخمة كده وتحس انه هو بيحب الفخامة بيحب كل حاجة ثامينة برج التور من الأبراج الذين يحبوا ثقافة الأكل يحبوا يسافروا ويجربوا أكله ويحبوا عدة البيت يحبوا خروج كتير يحب الاستقرار ويحب البيت ويحب يتوتي ويحب يتوتي يحبوا المبخ ويحبوا الأكل ويحبوا يتعلموا يتوتي ويتعلموا عندهم القدرة الرهيبة على الطبيق ويعملوا حاجات كثيرة قوية يعرفوا يعملوا أكل كتير برج التور من الأبراج شخصتها عنيدة فأنت لازم تتعامل معها تخليه هو حسس أنه مسيطر عليك لأنه ما حسس أنه مسيطر عليك ويحس أن أنت بتحاول تسيطر عليه ساعتها هيداق منك قوي فهو لازم تديله عجلة القيادة يعني أقوله تفضل حضرتك سوء عشان يكون مبسوط كده وحسس بنشوة الانتصار وأنه هو القائد وأنه هو المانجر أو أنه هو المدير يعني هو تديله عجلة القيادة أودحك عليه وحسس أنه هو هو عامل زي الأطفال كده تحس أن برج التور ده طفل لو أنت عنادت معاها هيعند معاك زيت أطفال بالضبط تديله وقوله لا أنا مش هند معاك إياكوا أن أنتوا تجربوا تعنيتهم مع برج التور وأن أنتوا هتفشلوا ثم هتفشلوا من أكثر الأبراج اللي بيتطفق معاها برج التور هنلاقي الأبراج المائية زي برج السرطان زي برج الحوت زي برج السرطان مش قوي لأنهم بحبش درامة السرطان يمكن أكثر عقرب عقرب وتور وبيينجذب للأسد على فكرة برضو بيينجذب للعزراء طبعا بيستماتش معاه تور وتور ما بيحبهمش مع بعض وينجذب للجدي وينجذب للحمل على فكرة دي الأبراج اللي بتنجذب لبرج التور والقص كمان على فكرة شكرا يا ربي فيديو كون عجبكم وتنسوش تعملوا لايك وتقولوا لي الكلام ده فعلا بيتطفق معاكوا ولا لا أو عايزين وصل القناة من يوم مشترك بليز تعملوا لايك في فيديو تشتركوه وتتابعوني على شاشا ميديا على انستجرام على البيتسبوك أنا مستنية تقولوا لي الكلام ده فعلا بيتطفق معاكم نسبة كم فرمية لبرج التور وعملوا شال اي حتى عرفوه من برج التور او مرتبط احد من برج التور تانكيو باي